على مدى السنوات الثلاثين الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول آسيا الوسطى الخمس استمر التعاون البراغماتي في اللوجستيات والتعليم والمجالات الأخرى في التعمق ومن خلال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق تمر الصين عبر دول آسيا الوسطى لتسليم البضائع إلى دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا في حين يمكن لدول آسيا الوسطى توريد البضائع إلى دول جنوب شرق آسيا عبر الموانئ الصينية وأقلعت أول رحلة عبر الطريق الجوي من مدينة سيان الصينية إلى عاصمة تركمانستان عشقباد في الثالث عشر من مايو الجاري وفي الثامن عشر من مايو الجاري ستفتح مدينة سيان أيضا أول طريق جوي يربطها بعاصمة تاجكستان دوشامبي بحيث تصبح مدينة سيان المدينة الوحيدة في الصين التي تفتح طرقا جوية مع جميع دول آسيا الوسطى الخمس وتعمق طريق الحرير الجوي باستمرار كما استمرت عميق التعاون والتبادل بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الصين ودول آسيا الوسطى وفي السنوات العشر الماضية منذ اقتراح مبادرة الحزام والطريق أصبحت الصين واحدة من الوجهات الرئيسية والدول المفضلة للطلاب من دول آسيا الوسطى وتجاوز إجمالي التجارة بين الصين ودول آسيا الوسطى 70 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ما يعد رقما قياسيا وفي قمة الصين وآسيا الوسطى القادمة سيتبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول التعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك الأمر الذي سيبني نمطاً جديداً لتنمية العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى ويفتح حقبة جديدة من التعاون الشامل